تشهد المطارات في مدينتي برلين و هامبورغ في ألمانيا اليوم إضرابا للعمال للمطالبة بتحسين الأجوري وقالت نقابة العمال الألمانية أن الإضرابة سيؤدي إلى إضطراب في حركة السفر وإلغاء وتأجيل مئات الرحلات وقدرت مجموعة عمل المطارات التجارية الألمانية أنه سيتم إلغاء ثلاثمائة وواحدة وخمسين رحلة من برلين و بريمن و هامبورغ و هانوفر وما يفترض أن يؤثر على نحو مئة ألف مسافر مراسل قهر الإخباري عربي مرزوق من برلين يضعنا في تفاصيل هذا الإضراب في الرسالة التالية بالطبع دخل عمال مطار برلين منذ فجر اليوم منذ الساعة الثالثة و النصف من فجر اليوم إضرابا سوف يستمر حتى مساء اليوم حتى منتصر مساء اليوم هذا الإضراب دعت إليه اتحاد نكباط العمال فيردي العمال الموجودين في مطار برلين نتيجة تدني رواتب هؤلاء الموظفين وعدم وجود تحسين لمرتبات الموظفين الموجودين والعمال الموجودين في مطار العاصمة الألمانية برلين منذ أكثر من عشرة سنوات كاملة تحديدا المنوبات الليلية وأيضا العمل في نهاية الأسبوع لم تتحسن الأجور منذ أكثر من عشرة سنوات ودخلت اتحاد نكباط العمال فيردي في مفاوضات مع الشركات المشغلة لمطار برلين وهامبرج وبريبن وحتى الآن لا يوجد تحرك في هذا الملف التحديدا لذلك دعت النكابة ودخل عمال المطار وحتى هذه اللحظة تأثر أكثر من سبعة وعشرون ألف مسافر هنا في العاصمة الألمانية برلين المطار بشكل كامل تقريبا مغلق لم تطير أي طائرة منذ السالسة والنصف من فجر اليوم أكثر من مئتي طائرة مطار برلين كتب على صفحته الرسمية يجب على المسافرين من المطار أن يقوموا بالاتصال بشركات الطائران الخاصة بهم حتى يجدوا وسيلة أخرى أو تعويضهم عن الرحلة التي فاتت الحقيقة مازالت اتحاد نكوات العمال فيردي تطالب الشركات المشغلة لموظفين القطاع العام داخل مطار برلين وهامبرج بضرورة رفع المرتبات على الأقل عشرة ونصف في المائة أو بحد قبلها خمسمائة يورو شهريا إضافية على المرتب ولكن حسب وزيرة الداخلية الألمانية وزيرة الداخلية الألمانية تدخلت وعلضت على نقابة فيردي أن تكون هناك زيادة في المرتبات لمدة عالمين ولكن خمسة في المائة فقط ليس عشرة فاصلة خمسة كما تطالب فيردي وأن يدفع تقريبا ألفين يورو لمرة واحدة لكل موظف في المطار ولكن ما زالت نقابة فيردي ترفض هذا الأمر المرتب الرئيسي هو عشرة فاصلة خمسة في المائة زائدة على المرتب حتى يستطيع الموظفين العاملين في المطار مكافحة تضخم المنتشر منذ العام الماضي نتيجة عدم زيادة الراتب منذ أكثر من عشرة سنوات أو تحسين ظروف العمل للموظفين والعمال داخل مطار برلين في بعض القطاعات لذلك المطار مغلق بشكل كامل ومن المفترض في آآ نهاية الشهر الجاري يوم سبعة وعشرين وتمانية وعشرين مارس أن تكون هناك مفاوضات بين اتحاد النقابات فيردي وايضا الشركات المشغلة لمطار برلين وهامبورج وبريمن وبعض المطارات الأخرى في المانيا وإلا حذرت اتحاد نقابات العمال فيردي هنا في المانيا بالدخول في اضراب مفتوح قد يشل حركة المرور بشكل كامل في المانيا في نهاية الشهر الجاري وستكون ازمة كبيرة جدا للحكومة الالمانية وشلل كبير جدا ربما الالمانيا والعاصمة الالمانية برلين اذا بالفعل اتحقق قاز الامر وكان هناك اضراب شامل في حركة المرور وحركة الطائرات نهاية الشهر الجاري اذا لم يصلوا الى حل تفاودي لنهاية هذا الازمة ورفع مرتبات المواطنين ومن المتعق حسب آآ المحلين ربما قبل نهاية هذا الشهر سوف يكون هناك حلا وسط بين عمال المطارات الالمانية نقابة فيردي وبين ايضا الشركات مشغل المطار ولا ستكون بالفعل كارثة حسب محلين الطيران هنا في المانيا لحركة الطيران وحركة القطرات ايضا في المانيا